أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند تريند التريند النهاردة عندنا تفاصيل وأخبار ومعلامات تهم بالتأكيد كل المشاهدين والمتابعين من جماهير النادي الأهل العريضة في كل مكان طاقم حكام مباراة الدحيل والأهل في مباراة أو افتتاح مباراة تكأس العالم للأنديان نهاردة الاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا أعلم من خلال موقعه الرسم وعبر موقعه الرسم وحساماته الرسمية عبر السوشيال ميديا طاقم التحكيم للمباراة الأولى تجريس المكسيكي مع أولسان هونداي الكوري وأيضا مباراة الدحيل والأهل طاقم مباراة حكام مباراة الدحيل والأهل هنسترد مع بعض أسماء الحكام لأن فيه نقطة محتاجين نشرحها للناس لأنه عكس اللي بيحصل فيه المباراة المحلية في مصر حكم الساحة من جواتيمالا ماريو سكوبار هو حكم الساحة وحكم هذه المباراة مساعد أول همبرتو بانيو مساعد تاني نيكولاس أندرسون الحكم الرابع عبدالقادر زيتوني طيب حكم تقنية الفيديو هو داريو فيسشر ومساعد حكم الفار اللي هو إيفار كيفين بلوم وفي حكم راية احتياطية موجودة في هذه المباراة ماريو سكوبار هو حكم حديث العهد في المباراة الدولية في مباراة الفيفا خلال الفترة إلى خير هو عنده 35 سنة موليد 86 من جواتيمالا في أمريكا الوسطى دولي منذ حوالي 8 سنوات عام 2013 لكنه بيشتهر أو يعني مشهور جدا بإشهار البطاقات الصفراء في المباراة اللي بديرها متوسط إشهار الكرت الأصفر في كل مباراة ديرها ما بين 4 إلى 6 كروت صفرة يعني مثلا في دورة أبطال كونكاكاف عام 2020 أدار مباراتين أشهر في المباراتين 8 كروت صفراء وكرت أحمر وحيد في 2019 أدار مباراتين أشهر فيهم أيضا 8 بطاقات صفراء وكرت أحمر في 2018 أدار مباراتين أشهر فيهم 6 بطاقات صفراء في 2016 أدار مباراة واحدة وأشهر فيها 6 بطاقات صفراء لكن 2015 مع بداية التحكيم في المباراة الدولية في كونكاكاف لم يشهر أي بطاقة سواء صفراء أو حمراء في هذه المباراة كاسل كونكاكاف الزهبية عام 2019 هي أكتر بطولة أدار فيها مباراة أدار 3 مباراة وأشهر فيها 10 بطاقات صفراء طيب على المستوى الدولي ما أدارش مباراة كبيرة لسه حديث العهد ولسه صغير أدار مباراة في كاسل عالم تحت 17 سنة اللي صدفتها البرازيل عام 2017 لكن عام 2019 وأشهر فيها 11 كارت أصفر هو مشهور جدا بإشهار الكروت الصفراء في المباراة ترجمة نانسي قنقر